في عامل مهم جداً في إن الشكوك دي تنتهي وإن أولادنا يلقوا وجبات سليمة لأسئلته أو شكوكه فنعمل إيه؟ فتهديم لباب السلام وتهديمه إلى إنه توصل لله سبحانه وتعالى وإن الشكوك دي ما تستمرش فحاجة من اتنين إيه اللي يوصلنا إن الشكوك دي تنتهي أو تستمر لازم نخلي بالنا جداً 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 من عامل مهم جداً اسمه رد فعل الأهل رد فعل الأهل ممكن يحسس الأولاد اللي أنتو عملتو ده ده نهاية العالم اللي أنتو تفكروا فيه طبعا أنا وصلت لنهاية العالم فالولد يحس إنه هو وصل إلى المتاهة فمش هيقدر يخرج تاني أو الأب يقول له على فكرة اللي أنت بتفكر فيه ده ده ممكن ورد على بالي في بعض الأحيين طب عملت إيه معايا بابا آه ده فيه فرق ما بين الأتنين في أول 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 وهلة الأهل أول ما بيلاقوا إن فيه ميولوا عند أبنائهم إن هم مش مقتنعين بوجود الله بتبدأ بقى معركة في البيت وبيحسوا ويحسسوهم بالذن ويحسوا إنهم منبوذين في الأسرة ودي أفسد طريقة ممكن توصل نوصل أولادنا بيها لبر الأمان بالعكس إحنا بنسلمهم للشيطان فشك من الزنب على فكرة يستحق العقاب ولا السؤال كمان زنب السؤال ده موقف فكري الإنسان بيمر بيه بيحتاج إلى إن حد يحتوي الإنسان ده وأحيانا محتاج إن أنت نفسك إن أنت تقوم بدور الرعاية دي مرحلة من مراحل ربنا بعتها لك عشان تقوم بدور الرعاية ويمكن بتخليك تنتبه إلى إنك أنت أسرت في رعاية في حاجات كتيرة يبقى الموقف ده موقف يحتاج إلى تفكير ورعاية واحتواء يستحق إن احنا نسمعهم باهتمام يستحق إن النقاش الحكيم الرحيم ولو كنا قادرين وعندنا علم سليم لازم نناقش ونتعلم معاه لازم نعرف إن مش كل أحوال التشكك في وجود الله جاي من تساؤلات حقيقة في شك ظاهره وإنكر لوجود الله وفي الحقيقة نوع من أنواع التمرد على الله التمرد ليه؟ ساعات أولادنا كتيرة جدا جدا بيبقى التمرد سبب ليه أسباب كتيرة منه مثلا إنه هو ما شايف إن أبوه رفضه فبيقوله ده اللي أنت بتقول لي وقد ربك قال لا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسانا تبقى هم بيحسنش ليه ليه أنت أمرني إن أنا أحسن لحد بيئزيني ليه فيكون التساؤل كده أنا مش ببرر إن أولادنا يستمروا في كده لكن أنا بوصف وبشرح إيه اللي إحنا لازم نفهمه وأولادنا في الحال ده لذلك إحنا عندنا أسباب متنوعة ممكن تيجعل أولادنا يشكوا في وجود الله واحد التسلط الشديد للأهل أو أوقات كتيرة بيكون إنكار وجود وجود الله مش إنكار حقيقي لكن نوع من أنواع التمرد على التسلط الشديد عارفين ليه لأن البوابة اللي بيتعرف فيها الأولاد على الله هو الأب والأم فممكن تعرف الأولاد على ربنا بأنه هو ربنا متسلط وصاحب سلطة وبيمرس السلطة بلا حكمة وساعات الأولاد بيفهموا كده لأنه بيشوفوا الأب والأم بيتصرفوا معاهم وبيتصرفوا معاهم ويتحكموا فيهم بلا حكمة وزي كل ما يكون الأهل حسين بعبوضيتهم لله وكل ده خلى العلاقة تكون قوية بين الأولاد أنتوا مش أولاد دولا مش بتوعكم أولاد دولا عبيد لله زيكم والأولاد كل ما حسستهم أنه هم عبيد لله زي زيهم يقبلوا على الله من أقرب طريق يعني لو الأب عبد عتلا ابنه بيسأل عليه وبيتطمن عليه ليه وحاسس أنه عبد فقير فيحس ابن أنه أبوه محتاج ليه زي مه شوف الفك شوف هذا المعنى العبقري أنه حاسس أن أبوه محتاج له زي ما هو محتاج لأبوه فيحس أنه هو هو وابوه بينهم حاجة فهم الاتنين محتاجين لي مين آه أليس الله بيكافر عبده فيحس أن هم الاتنين محتاجين لي ربنا ويلاء أبوه وهو بيرعاه وبيمسؤول عنه يقول يا رب رزقك لأولادي يا رب احفظني أنا وأولادي عبد حقيقي لله لكن لما يحسسه أنه هو ملوش غيره وأنه هو لو سابه عيضيع في الحياة وإنت لا يمكن أنا أمنعك وأعمل فيك وسويك فيحس إيه ده هي كل اللي عنده سلطة بيعمل كده طب ربنا عنده سلطة أكتر من سلطة أبوه طب ويعمل بيه فيه أكتر من اللي بيعمل أبوه وعشان قد تلاقي مثلا الكلام ده مثلا بين سيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن عمر إيه اللي حصل تلاقيهم إزاي اللي اتنين عبيد إزاي سيدنا عبد الله بن عمر بينصح بينصح سيدنا عمر الفاروق وإزاي بعيشوا مع بعض الأخوة الإيمانية بشكل عارفين لو بنعيش الأخوة الإيمانية والعبودية لرب العالمين إحنا الاتنين مش هحتاج أن أنا أعمل ما أسميه أنا الصحبية المبتزلة اللي بنعملها مع أولاد فيه صحبية مبتزلة إن الواد يتكلم مع أبوه بقلة أدب وبجاح لكن إحنا الاتنين لو حاسين إن إحنا عبيد لله مش هنحتاج نقترب بالصحبية المبتزلة ده هنبقى إحنا الاتنين قريبين من بعض عشان إحنا الاتنين عبيد لله ما تستهنش بالله أنا بيقولك ده وعشان كده أشنع أنواع التسلط لما يكون التسلط والشدة والعنف في تعليم الأولاد العبادة زي ضرب الأولاد مثلا بقصوة عشان ما بيصلوش أو ضرب البنت عشان الحجاب ما تستعجلوش بس ما تعودوش ما تفهموش الأحاديث بشكل مخطئ علموا أولادكم الصلاة اللي سابع وادروهم عليها وهم أبناء وقعش الضرب هنا مش ممكن يكون الضرب اللي أنتو بتعملوه لأولادكم اللي بيكسر نفسيتهم وبيزلهم وبيهنهم